التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء البلجيكي أليكزاندر ديكرو وذلك على هامش قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ وخلال اللقاء أشهد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون القائم مع الشركات البلجيكية في مجال الطاقة النظيفة والهايدروجين الأخضر مؤكدا حرص الحكومة على مضعفة هذا التعاون وتأسير تنفيذ كافة مشروعات الشركات البلجيكية في مصر ومن جنيبه وجه رئيس الوزراء البلجيكي التهنئة لمصر على استضافتها لمؤتمر المناخ والذي يعد الحدث الأبرز والأهم في العالم مشيدا بحسن التنظيم وحرص مصر على توفير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح المؤتمر ومضيفا أن هذه المؤتمرات الكبرى توفر فرصة مثالية لطرح وجهات نظر كل الدول على قدم المساواة